موسيقى نشرة ظهيرة من التلفزيون المصري أهلا بكم أهلا بك أشف أهلا بك بوسينا وإلى تفاصيل الأخبار يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة جامعة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ وسيلتقي سيادته بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أنه من المقرر كذلك أثناء الزيارة أن يجتمع الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للجامعات أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين لواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوى مجاهد قائدا للقوات البحرية كما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بتعيين الفريق أحمد خالد حسن قائدا للقيادة الاستراتيجية مشرفا على التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير لليوم الثاني على التوالي تتواصل فاعليات مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شرم الشيخ باجتماع مائة واثنتين وخمسين دولة بهدف تطوير العمل من خلال الاتفاقية لمكافحة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والعدالة وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد خلال مشاركتي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أمس أن الاهتمام بالفئات المهمشة هو في الحد ذاته مكافحة للفساد وعدم المساواة مشددا على التزام مصر بأجندة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد تحت رعاية مصرية تلتق إثنتين وخمسون دولة على أرض شرم الشيخ تتسلم مصر رئاسة الدورة التاسعة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ووفود من مختلف دول العالم تتشارك في رؤاها لمكافحة الفساد واستغلال النفوذ إن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هو محفل دولي له أهمية فريدة فهذه الاتفاقية هي السق القانوني الدولي الشامل الوحيد في مواجهة الفساد الذي يهدد أمن الدول ويعرقل جهود التنمية المستدامة حول العالم الفساد أذينا كلنا لذلك يجب أن نحمي الموارد والمصادر الثمينة بمحاربة الفساد فحماية الجريمة نظمة هامة جدا وهي خطوة هامة نحو التنمية المستدامة الشاملة وهذا المؤتمر هو فرصتنا لنتجمع معادينا البعض ونتعاون تخذ إجراء عالميا في مكافحة الفساد ويأتي حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ليصل التضوء على التجربة المصرية حوكمة الخدمات وإدخال التكنولوجيا والرقمنة في المصالح الحكومية والمدن الجديدة تمثل نهجا لمنع الفساد الوظيفي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تأتي الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية على رأس أولويات الدولة المصرية حيث يمكن للرقمنة الحد من الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمهم وتعزيز الشفافية والرقابة على المؤسسات كما تأتي العاصمة الإدارية الجديدة لتكون محفزا للإصلاح الإداري بما تشتمل عليه من أحدث الأساليب في إدارة شؤون الدولة وما تمثله من نموذج في تعزيز الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية آليات تتماشى مع الجمهورية الجديدة فالرقابة والشفافية والنزاهة مبادئ تسعى مصر لترسيخها في تعاملات مواطنيها لدينا 104 منسق معني بمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية سواء كانوا من جهات انفاذ القانون أو من وحدات الجهاز الإداري للدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والبرلمان المصري اللي بيشارك بشقين شق تنفيذي وشق رقابي على ما تم تنفيذه في الاستراتيجية احنا مشكلين جهات رقابية من خلال مؤسسة وزارة شباب الرياضة مع جهاز المركزي للمحاسبات في رقابة المؤسسات الرياضية المختلفة بنتعامل مع النيابة العامة وبنتعامل مع النيابة الإدارية وبنتعامل مع كل الجهات المعنية بهذا الملف لكن ده مش معناه حاجة معناه بالعكس فيه المؤسسة الرياضية المصرية جيدة وبخير لكن دايماً احنا بنكون برو اكتف استباقيين لفكر لاحق احنا بنتكلم النهاردة في جهود الرقمانة رقمانة والتحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال منصات رقمية ده له دور مهم جداً في مكافحة الفساد لأن ده بيقلل من تعامل الموظف مع المواطن بيبقى فيه تعامل المباشر ده كله بينتهي بيبقى كله من خلال المنظومة الرقمية وده اهم الاسس اللي بتقلل من مكافحة الفساد وتتعدد جلسات المؤتمر ومحاوره لتشمل محاربة الفساد في القطاعين العام والخاص في ظل جائحة كورونا وما بعدها ووضع مواسق الامم المتحدة حيز المتابعة والتنفيذ خطوات جادة وقوية انتخذتها مصر بشهادات دولية في طريقها لمكافحة الفساد واستغلال النفوذ وان لا احد فوق القانون وصولا لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة لتتوج مصر برئاسة الدورة التاسعة لمؤتمر الامم المتحدة لمكافحة الفساد الذي وان استشرى فهو قادر على تدمير مجتمعات بأسرها من شارم الشيخ حماد العرب التلفزيون المصري يعقد وزير الخارجية سمح شكر اليوم في نيكوسية مباحثات مع نظيره القبرصي نيكوس خريستو دوليدس حيث تتناول المباحثات اوجه تعاون العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين واتات زيارة شكر تلبية لدعوة من نظيره القبرصي وفي اطار الدفع المستمر للعلاقات الثنائية والمتابعة لنتائج اجتماع اللجنة العليا للتعاون المصري القبرصي والتي تم تتشينها في القاهرة في سبتمبر الماضي برئاسة رئيسي البلدين وكذا التشور حول القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك اعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 799 حالة ايجابية جديدة بفيروس كورونا وعن 44 حالة وفاة امس وفي بيانها اليوم اعلنت الصحة ارتفاع اعداد المتعفين من فيروس كورونا الى قرابة 300 ألف وثمانية ألاف حالة من اصل نحو 370 ألف حالة اصيبت منذ بدء تفشي الجائحة بالبلد اما عالميا فقال وزير العدل البريطاني دومينيك راب ان الحكومة لا تعتزم فرض المزيد من القيود خلال الفترة المقبلة المتزامنة مع احتفالات الكريسماس وشدد راب على ضرورة ان تتخذ الحكومة توجها مناسبا ومتوازنا وانه يمكن للمواطنين التمتع بالاعياد مؤكدا اهمية الحصول على جواز سفر كورونا اضاف وزير العدل البريطاني انه يوجد عدد كبير من المرضى بالمستشفيات جراء اصابتهم بمتحور اوميكرون وان بلاده تعزز من قدراتها لتتمكن من تقديم الجرعات التنشطية للقاح مشيرا الى حصول اكثر من 40% من البالغين على جرعات تنشطية تصديف العاصمة السعودية الرياض اليوم القمة الخالجية الثانية والاربعين ويتضمن جدول عمال القمة عددا من الموضوعات التي تهدف الى تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخالجي بمختلف المجالات اضافة الى بحث التطورات الاقليمية والدولية وتأثيرها على دول المجلس يشار الى ان القمة ال41 كانت قد عقدت في يناير من العام الحالي بمدينة العولة التارقية شمال غربي السعودية ونتحول الى تونس اذ اعلن الرئيس قيس سعيد ابقاء المجلس النيابي معلقا الى حين اجراء انتخابات تشريعية جديدة وفق قانون انتخابي جديد نهاية العام المقبل كما اعلن سعيد نيته تنظيم استفتاء شعبي الالكتروني بداية من مطلع يناير المقبل للتعرف على ارادة الشعب واشار الى انه اتخذ كل الاحتياطات اللازمة لتأمين الاستفتاء وكشف سعيد عن عزمه تنظيم استشارات مباشرة للشعب على ان تنتهي في الداخل والخارج في العشرين من مارس المقبل على ان تتولى لجنة التوفيق بين مختلف مقترحات الشعب وذلك استعدادا لعرض مشاريع اصلاحات دستورية على الاستفتاء في الخامس والعشرين من يوليو الموافق لذكرى اعلان الجمهورية وتعهد الرئيس التونسي بمعاقبة كل من اجرم في حق الدولة وشعبها اعلنت خالية الاعلام الامنية العراقية عن انطلاق عملية امنية في منطقة حيوي العظيم بمحافظة ديالي يشار الى انه كانت قد انطلقت يوم الاحد الماضي عمليات امنية لملاحقة العناصر الارهابية في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالي اكد وزير الخارجات الامريكي انتوني بلينكين التزام بلاده بالدبلوماسية مع ايران مشددا في الوقت نفسه على ان الوقت ينفد امام ايران اضاف بلينكين ان ايران لم تلتزم بمفاوضات حقيقية بشأن الاتفاق النووي خلال محادثات فيينا وفي السياق ذاته قال مسؤولون ديبلوماسيون من الدول الاوروبية الثلاثة المشاركة في مفاوضات فيينا قالوا ان ايران قدمت مقترحات لا تتماشى مع الاتفاق النووي المبرم عام الفين عام الفين وخمسة عشر ووصف الدبلوماسيون من فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة المفاوضات الجارية حاليا بغير الجادة موضحين انه يتم حاليا مناقشة مواقف ايرانية جديدة لا تتماشى مع قطة العمل الشاملة المشتركة او تتجاوز ما تنص عليه اكدت وزارة الدفع الامريكية البنتاجون انه لن تتم معاقبة العسكرين الامريكيين الذين قرروا شن غارة بطائرة مسيارة في كابل نهاية اغسطس الماضي وارجع المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي القرار لعدم وجود ادلة قوية وكافية على حد قوله مشيرا الى ان التحقيقات لم تحدد اية انتهاكات للقانون بما في ذلك قانون الحرب كان وزير الدفاع لويد اوستن قد اتخذ قرارا بشأن الغارة بطائرة امريكية مسير عشية لانسحاب الامريكي من افغانستان بعد تقلقيه تقريرا من اثنين من كبار الدباط احدهما هو قائد القيادة المركزية والثاني هو مسؤول العملية الخاصة وقد اصفرت الغارة عن مقتل عشرة مدنيين بينهم سبعة اطفال في كابل دعا وزير الخارجات الامريكي انتوني بلينكين الصين الى وقف الاعمال العدوانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على حد قوله واكد بلينكين خلال زيارته لاندونيسيا المحطة الاولى في جولته بجنوب شرق اسيا اكد على ضرورة ضمان حرية الاحرصين الجنوبية كما اكد ممسك واشنطن بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان مشددا على ضرورة تعزيز التحالفات مع دول المنطقة ومتعهدا بحماية حق كل الدول في اختيار طريقها الخاص بلا ضغط او ترهيب ضرب زلزال قوي في ساعات المبكرة من صباح اليوم شرق اندونيسيا حيث بلغت شدة سبع درجات فاصل ثلاثة على مقياس ريختر هذا وقد اعلن مركز التحذير من امواك تسونامي في المحيط العادة ان الزلزال قد يتسب في حدوث موجات مد خطرة على طول السواحل الواقع على بعد الف كيلو متر من مركز الزلزال وقع الزلزال على بعد نحو مئة كيلو متر شمال بلدة ماومار هذا ولم ترد انباء بعد عن وقع ضحايا او اضرار جراء الزلزال محليا بحث وزير التموين علي المصلحي ونائب وزير الزراعة الروسي سيرجي ليفن والوفد المرافق له سبلات عزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية وتبادل الخبرات وتطوير الشركات التابعة للقابضة الصناعية للمواد الغذائية واشار المصلحي الى انه ناقش مع الجانب الروسي امكانية تأسيس شركة مصرية روسية مشتركة لتداول الحبوب في مصر لتكون نواة لتحقيق الاستقرار في السلع الاستراتيجية وتحقيق الامن الغذائي لمصر وبعض الدول المجاورة عربيا وافريقيا كما تناولت المناقشات ما تم تطويره من جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية كمصانع الزيوت والاغذية المحفوظة وشركات السكر مؤكدا ان الجانبين بحث عمل شراكة مصرية روسية لانشاء خزانات لزيوت الطعام وكذلك انشاء منطقة حرة لوجستية لتخزين الاقماح في مصر ما يساهم في تعظيم المخزون الاستراتيجي لمصر من القمح وتقليل تكلفة الشحن نهاية نشرة الأخبار وفي تمام ثانية بتوقيق القاهرة تأتيكم نشرة اخبارية اخرى من التلفزيون المصرية يمكنكم بطبع متابعة المزيد عبر موقعنا شكرا لكم وإلى دقاء اشتركوا في القناة